بدنا نحكي عن التحديثات قائمة التحديثات الموجودة عندي في الورد برس حكينا عنها قبل لا أول ما نزلنا الورد برس بس ما كان في أي تحديث لو نفتع تحديثات رح نلاقي عندي تحديث النسخة الحالية النسخة الحالية تبعت الورد برس وعندي الإضافات طبعا بالقسم الأول رح يطلع عندي إذا الورد برس نفسه في تحديث إلا ولا لا يعني هس عندي 5.82 لو نزل عندي 5.83 يعني هنا رح ينزل إصدار جديد ورح يظهر لي هنا أما بالنسبة للإضافات ما في ولا عندي إضافة بتحتاج لتحديث بالنسبة للقوالب في عندي قالب واحد يحتاج إلى تحديث فأنا بعمل بضغط على القالب وبعمل تحديث فرح يجي يعمل لي download من الموقع الخاص فيه من ال store الخاص فيه ويجي يعمل لي install له عندي في الورد برس طبعا هنا بعد ما يخلص الانتقال إلى الصفحة الرئيسية لو أجيت هان رح ألاقي التحديثات راحة وتحدث القالب والأمور تمام ترجمة نانسي قنقر